اذا رح ننتقل هلأ معاكم للحوار والحديث مع فتاة طموحة شابة استطاعت انها تشارك بواحدة من المسابقات العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية هاي المسابقة بشارك فيها 73 دولة من حول العالم وبمشاركة 1400 شاب وفتاة استطاعت انها تحقق انجاز رائع بهذا المجال بحصولها على الميدالية البرونزية بمسابقة أولمبياد العباقرة نرحب بالفتاة الأردنية المتفوقة والناجحة دائماً لينا الكايد أهلا وسهلا فيك لينا شرف تينا أهلا وسهلا فيك السبوع الخير لينا أهلا وسهلا فيك وألف مبروك أكيد بداية نحب أن نعرف شوي إيش فكرة هذا الأولمبياد كانت فكرة هذا الأولمبياد أنه هي بتلم مجموعة من طلاب المدارس من المرحلة الثانوية وبتكون يعني بتعمل فوكس على الناس اللي عندهم مشاريع وبتقوم بعرضهم زي ما أعرض كل المشاريع بتكون موجودة فيه ومرتبة حسب الدول وبعرضوا كل واحد مشروعه وبتطلقى تحكيم من الجامعة نفسها من الحكام هناك نعم طيب لينا هذا هو اللي عرفناه أنه هي فكرة مشروع التخرج تبعك من المدرسة طورتي واشتغلتي عليه وحصلتي فيه على دعم سواء من الأهل أو من المدرسة من المدرسة تطرحي هذا المشروع بهذه المصابقة العالمية فحكي لنا أكتر عن الفكرة من مشروعك فكرة مشروعي هي بتتمحور بتقليل كمين ثاني أكسيد الكربون أنت تعرفي هلأ صار الثاني أكسيد الكربون كثير عم بيأثر على عالمنا على الكوكب وعالبيئة وكثير عم بيأثر علينا كبشر وكهيوانات وكبيئة بشكل عام هلأ المشروع بيقوم بتخفيف كمين ثاني أكسيد الكربون عن طريق زي تفاعله مع محلول كالسيوم هادروكسايد فبعطيني الحجر الجيري فأنا هيك بكون استفدت من الحجر الجيري كمنتج وكمان بكون خففت من كمين ثاني أكسيد الكربون وهو الأهم غير الحجر الجيري بإيش ممكن يتوظف هذا المحلول اللي تلعته فيه هلأ الحجر الجيري هو نفسه كمادة بنقدر نستخدمه كثير مجالات بالصناعة بزبط فبتقدر نستخدمه بصناعة الإسمنت هذا المين لي يعني وكمان فيه بصناعة الأدوية وغيرها حلو طب لنا مشروعك وين وصل لأي مرحلة من المراحل يعني أم تمكن يوصل لمرحلة الإنتاج وين وصلتوا فيه هلأ إحنا عملنا كل الأبحاث وعملنا الريسيرج بيبر كل الأشياء تمام والداتا موجودة وعملنا اللي هو البروتوتيوب النسخة المصغرة عنه وعرضنا كمان هناك بأمريكا بس لسه المشروع لسه يعني it depends على السكيل اللي بدي أعمل ليا يعني لسه حسب إنه يعني فيه مثلا إنه بدأ أشغله على تيميني ماشي فالتيميني هاي بتفرق حجمها عن غيرها كمية السيوتو اللي بتطلع معي فإني it depends على التيميني هاي حسب سوف أرجع لفكرة هاي المسابقة ومشاركتك كمان بها المسابقة كنا عم نتابع هون صور يعني أولم قياد العباقرة هو زي ما حكينا حدث عالمي مهم جداً بشارك فيه عدد كبير من الطلاب والمهتمين بموضوع العلوم خصوصاً حول العالم مين اللي شجعك بأنك أنت تروح وتتوجهي إلى ولاية نويورك وكانت بالتحديد بجامعة أسويغو فقالي لنا كيف تشجعتي أنك أنت تروحي وتشاركي بهاي المسابقة هلا طبعاً أول إشيء الدعم هو من الأشياء اللي كتير شجعتني ولما طرحت الفكر على المدرسة إنه أنا بدي أعمل مشروع وحابة إني أشارك بمسابقات كتير كون لهم تحمسوا ويعني كلاتهم وقفوا معنا مدرسة مدارسة النظم الحديثة وطبعاً المشرفين كلياتهم الكادر التعليمي كنا نروح نسألهم كونوا كتير مبسوطين فينا ويجابونا بصدر رحب وأنهم جد فخورين فينا وطبعاً أهلي أكيد بحب أشكر مسهالة العمشة ودكتور مصطفى العفوري كانوا هم الناس اللي دعمونا مينلي بالمدرسة وكانت مسهالة هي المشرفة الأساسية علينا بالمشروع حالو طبعاً لينا حكي لنا شوي عن أجواء المسابقة هناك ماذا كانت المشاريع؟ كيف شكلها؟ ماذا رأيك في المشاريع؟ هل هناك مشاريع مثلاً كانت مبهرة بالنسبة لك؟ المركز الأول والثاني عن إيش كانوا عن بيحكوا الناس العربين منك عن إيش كانوا عن بيحكوا أفكارهم؟ المسابقة هي بتضم جهة العلوم وكمان بتضم الروبوتكس وبتضم الارتس الميوزيك حسب الكاتيجوري تبعاً أنت بتتحكم بطريقة غير تمام؟ الآن كانت معي كمان ست بنات أو خمس بنات من الأردن وكمان في بنت كانت من الارت كانت مشاريعهم كلها رائعة جداً وتفوقوا الحمد لله طيب إحنا برضو في عنا مادة فلمية وأنت عم تشتغلي أكثر بهذا المشروع بس اللي عرفنا أيضاً عن هاي المسابقة أنه فيها تحدي كبير جداً لأنه في لجنة تحكيم وقلت لي على مدار اليوم كنت عم تشتغلي وعم بتقدمي هذا المشروع وفكرته للجنة التحكيم اللي كانت طبعاً هي مشرفة على هذا المشروع فأديش كان بالنسبة لك تحدي وهل كنت متوقعة بأنك أنت تحصلي على المركز الثالث وتحصلي على الميدالية البلونزية؟ بالنسبة للتحديات اللي واجهناها كانت من أكبر التحديات إنه المحكم اللي بيجيكي أنت ما بتكون يعرفة إيشو تخصصه بالضبط هلأ هو بيكون بالمجال تبعي بس ما بتعرفي إنت شو تخصصه بالضبط فأنت بتضطري هيك كطالبة أنك تسرح الموضوع من كل المجالات بطريقة رائعة جداً عشان الناس يفهموا عليك شرحته أربع مرات لأنني جاني أكتر من اللجنة التحكيمة ما عرفتتي أيضاً من حب نشير بأنه لواحدك يعني صاحبة هذا المشروع أو فكرة المشروع ما كنت في لي واحدك كان في إليك زميلة بس ما أدرت إنها تطلع معاك للمسابقة فبرضو يعني منحب نركز ونشكر زميلتك اللي كانت معاك طيب سؤالي الأخير بجوزة لينا بعيداً عن الفكرة العلمية أنت كطالبة المهارات الإداءة اللي كانت عندك مهارات إنك التقديم الثقة في النفس كل الأشياء اللي بتتعلق يعني حتى سفرك لأميركا ورجعت كل أشياء اللي بتتعلق حوالين هذا الإشياء؟ كيف ساعدتك؟ وكيف حصيتي إنه هاي المهارات مهمة؟ هاي المهارات أكيد إشي كتير مهم يعني الواحد ما بقدر يتخلى عنها وأكيد بالمستقبل كتير نستفيد منها بالجامعات وغيرها وأكيد أعمل الريسيرتش بيبرز الريسيرتش بيبرز ما كان إشي سهل كتير إن الواحد يعمله كتير أخذ مني وقت وكانت أول مرة أنا بتعرض لإني أسوي ريسيرتش بيبر بهاي الكفاءة وليزم إنه يكون بالديتيلز فلأن هذا الإشي مش موجود بالمدارس يعني ما متعلموا بالمنهاج فكان هذا الإشي بتخيل سيكون كتير مفيد إلي بالنسبة للجامعة وهايك طيب إذن لينا إحنا نتشكرك شكرا إلك ألف مبروك نتمنى إنه مشروعك يكون موجود على أرض الواقع لأنه إحنا بأمس الحاجة لاستغلال ثاني أكسيد الكربون وهو مضر للإنسان لكن نحوله إلى فائدة بالنهاية على الهيئة وعلى الإنسان أيضا شكرا إليك وأهلا وسهلا شكرا